يا أيها السيدات والسادة وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة كلنا أبناء مجتمعات تعشك التكرار والإعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد فهذا نوع من أنواع التمرد ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور وعن الانتماء تمرد غريبة أصبحت أطوارنا نفتخر باجترار أفكارنا تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة تعلمنا أن نحي مسلوبي الإرادة جيل يكرر جيلا فبربكم أين الإفادة كيف نريد بلوغ الريادة وكل من لا يملك على ذاته حق السيادة يا أيها السيدات والسادة وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا كأن الاختلاف صار عارا إياه اقترفنا ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا كأنما يوما عرفنا أن الاختلاف عطاء أن الاختلاف ثراء أن الاختلاف وجود أن الاختلاف بقاء يا ابن آدم خالفني واختلف عني يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أو سني أو حتى إن كنت دون معتقد أبيضا كنت أو أسود فقط كن أنت ولا تكنهم دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم يا ابن آدم خلقك الله مختلف فبربك باختلافك اعترف وفي تفردك احترف كن خليفة الله على الأرض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع عش حرا يا ابن آدم فهذه الأرض للجميع شكرا شكرا